موسيقى هذا البرنامج برعاية Q&B السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أقاتكم بكل خير صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري العام الجالي 2019 بنسبة 2.6% بدعم من القطاع غير النفطي ويرجع الصندوق في أحدث تقاريره أن يسجل الحساب الجاري هذا العام فائضا بنحو 4.6% من إجمالي الناتج المحلي موجودات مصرف قطر المركزي لشهر إبريل الماضي ترتفع بنسبة 20% على أساس سنوي لنحو 241 مليار ريال قطري وذلك بدعم من زيارة قطر استثماراتها في سندات الخزان الأجنبية وكذلك رفع احتياطياتها من الذهب أيضا في أحدث الأرقام انخفاض السيولة المحلي أو ما ربي المعروض النقد الـ M2 في شهر إبريل الماضي بنسبة 5% إلى نحو 558 مليار ريال قطري وذلك بدغط من تراجع الوداع بالعملات الأجنبية بنسبة 23% مؤشر أسعار المنتج الصناعي ينخفض بأكثر من 3% في شهر أيار مايو الماضي وذلك بدغط من تراجع أسعار التعديل والصناعات التحولية وارتفاع أسعار الكهرباء والماء أيضا في القطاع المصرفي نمو موجودات البنوك الإسلامية العاملة في قطر بأكثر من 5% إلى نحو 378 مليار ريال قطري وقطار تزيئة الأسوم في بوسط قطر على المستوى الإسمي والمستوى السوقي ينطلق هذا الأسبوع من محطة القطاع المصرفي وقطاع المقاولات نفتح ملفه في هذه الحلقة ما له وما عليه كانت هذه أبرز عنوين حلقة عين على قطر المشهور ابتدأ أهلا ومرحبا بكم ارتفعت أصول المصرف الإسلامية العاملة في قطر خلال إبريل الماضي بنسبة 15% على أساس سنوية إلى نحو 378 مليار و200 مليون ريال ما يمثل نحو 26% من إجمال موجودات الجهاز المصرفي القطري وتوضح النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن قيمة الاعتمان المحلي في البنوك الإسلامية بلغ 255 مليار ريال فيما صعدت الودائع إلى نحو 232 مليار ريال تعتزم مجموعة الخطوط الجوية القطرية طلب تعويض من شركة بوينغ على خلفية وقف تحليق ثلاث طائرات ماكس 737 تابعة لشركة طيران إيطاليا التي تمتلك فيها الشركة القطرية 49% من رأس المال وقال أكبر الباكر رئيس التنفيذي للمجموعة أن عدم تشغيل طائرات ماكس سيؤثر على استثمارنا في طيران إيطاليا التي نعتبر مساهما فيها بنسبة 49% وعلى بوينغ أن تعوضنا على عدم التحليق انخفضت السيولة المحلية المعروض النقدي M2 في قطر خلال إبريل الماضي بنسبة 14% على أساس سنوية إلى 558 مليار ريال وبنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصر في قطر المركزية وقد ساهم تراجع شبه النقد بنسبة 16% في انخفاض إجمال السيولة المحلية لشهر إبريل وذلك بضغط من تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 23.14% إلى 154 مليار ريال مقارنة بـ 201 مليار في إبريل 2018 نمت موجودات مصر في قطر المركزي في شهر إبريل الماضي بنسبة 20% على أساس سنوية إلى 240 مليار و400 مليون ريال بينما ارتفعت بنسبة 2.17% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه ووفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصر في قطر المركزي فقد دعم موجودات المركزي في إبريل زيادة استثمارات الدوحة في سندات الخزينة الأجنبية بنسبة 360% إلى نحو 68 مليار و400 مليون ريال إلى جانب زيادة الأرصدة في البنوك الأجنبية بنسبة 12.16% إلى 58 مليار و200 مليون ريال فضلا عن نمو الموجودات الأخرى بنسبة 14.18% إلى 44 مليون ريال انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 23.20% على أساس سنوية وسجل الرقم القياسي للمنتج الصناعي 65.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة ب67.6 نقطة في إبريل 2018 وذلك وفقا لبيان جهاز التخطيط والإحصاء القطرية وساهم في تراجع المؤشر انخفاض أسعار التعدين بنسبة 13.19% وتراجع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5% مقابل ارتفاع أسعار قطاع الكهرباء والماء بواقع 10.13% وفقا للبيان انطلق هذا الأسبوع مباشرة بعد إجازة عيد الفطر قطار استحقاق تزئية القيمة الإسمية والسوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورس القطر الغرض من هذا الموضوع هو تعزيز حيوية السوق وبالتالي إتاح التأسم بأسعار متناولة بيد صغار المستثمرين وبالتالي استقطاب سيولة من فئات غير تقليدية خاصة من طرف الأفراد المقيمين ربما بالدرجة الأولى طبعا على مدى شهر سوف يتم تطبيق هذا الاستقاق تم البداية الأسوام مع القطع المصرفي تكتب بورسة قطر فصلا جديدا على شاشة التداول وذلك مع تطبيق قواعد تجزئة القيمة الإسمية لأسهم 46 شركة مدرجة وصندوق مؤشرات من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم الواحد وتجزئة القيمة السوقية للسهم عشر مرات عن سعر الإغلاق وزيادة عدد الأسهم بذات النسبة دون أي تغيير في حقوق الملكية ورأس المال المدفوع والمصدر والسوقية أو المؤشر العام للبورسة أعتقد أن بلشنا في تجزئة الأسهم من جلسة تداولات يوم أمس وأعتقد أن نتيجة اليوم شاهدنا ارتفعات حوالي 2% قيمة وحجم تداولات مرتفعة اليوم في استطاعت أي مستثمر صغير أنه يشتري في بنك التجاري اليوم أصبح سعره 4 ريالات في مستوى الأربع ريالات والخمس ريالات أمس كان على 50 ريال أعتقد كيما مرتفع أن أنا أشتري على 50 ريال كمستثمر صغير الحين المتوفر لي أن أنا ممكن أشتري في البنك التجاري وأدخل في عمليات استثمارات جديدة على مدى نحو شهر تقريبا وبمعدل شركتين إلى ثلاث يوميا انطلاق قطار تجزئة الأسهم من محطة القطاع المصرفي الذي أعطى إشارات إيجابية للسوق على خلفية ارتفاع سهمي بنك قطر الأول والبنك التجاري بنسب معتبرا مع صعود السوق بنحو 2% بدعم من قطاع البنوك واحد من أهم أهداف التجزئة هو أن تكون الأسعار في متناول جميع المستثمرين بما فيهم صغار المستثمرين اللي هيكون هناك طبعا بتمثل حاجتين أساسيا حافز معنوي للدخول شرائح جديدة في الأسهم النهاردة اللي يمكن فوق الميت ريال فأكثر سعرها فوق ميت ريال فأكثر ساعد أنه كمان تساعد هؤلاء المستثمرين على تكوين محافظ متنوعة نحن نقول دايما أن التنوع مهم جدا لتقليل المخاطر الاستثمار وتستهدف بورسة قطر من تطبيق قواعد التجزئات توسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب رسميلة من فئات غير تقليدية وزيادة حيوية السوق وتعزيز شريحة المستثمرين بأسعار أسهم منخفضة وزيادة الطلب على الشركات وكذلك عدد الصفقات والأسهم المتداولة ما ينعكس إجابا على مناخات التداول والعائدية الاستثمارية لبرسة قطر وشركات الوسطة المالية مرحبا كما تبعنا في التقرير عزيزي المشاهدين فأن الغرض الأساسي والرئيسي من قضية تطبيق ألي التزيئة التلقيبة الإسمية والسوقية للأسهم في بورسة قطر هو زالت حيوية السوق وبالتالي اشتذاب سيولى رأسمالية من فئات غير تقليدية طبعا حول هذا الموضوع ما له وما عليه وأبعاده وتداعيته هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي لهذا الأسواق السيد محمد السقل كاتب وتخصص في شؤون أسواق رأسمال مرحبا بك محمد يعني كما سمعنا بأن الغرض من هذا الموضوع هو إحياء السوق زالت حيوية استقطاب رسمية جديدة من فئات غير تقليدية هل لا أمر كذلك؟ هل تتوقع أن السوق يستقطب فئات جديدة للسوق برأسمال صغير؟ أم أن لا؟ الموضوع ربما قد يأخذ مزيدنا الوقت أعتقد الموضوع بحاجة بعض الوقت للحكم عليه بشكل كامل نظرنا إلى أول جلسة بعد التفعيل لدينا بالفعل نمو أكثر من جيد على مستوى قيم التداولات يعني اقتربنا 450 مليون ريال خلال هذه الجلسة وجدنا ارتفاع طبعا في أعاد الأسهم لكن طبعا يعود الجانب الأكبر منه لبدء التجزئة على سهمي يمكن قطر الأول بشكل رئيسي والتجاري قطر الأول واحده كان نحو 17 مليون سهم تداولات عليه أكثر من نصف حجم التداولات الأصبح على هذا السهم لكن محمد كان يكون موضوعيين يعني ما جرى في جلسات بداية هذا الأسبوع كانت دخول مؤسسات أجنبية لأغراب استثمارية بناء مراكز مالية في قيادات ولا أعتقد بأن الموضوع له علاقة مباشرة بقضية تزيئة الأسهم ما بعني شو رأيك أعتقد أن الأجانب جزء منهم هم من يحاولون الاستفادة الألم من تجزئة الأسهم نظرنا إلى مراجعة مورجن استلي وإغلاقها خلال هذا العاب ستجد أن هناك أمر مغير عن 2018 و2017 خلال عام 2017-2017 كان إغلاق جلسة المراجعة الخاصة مورجن استلي عادة ما تكون باللون الأحمر على القياديات لكن إذا ما نظرنا إلى عام 2019 ستجدها باللون الأخضر ما معنى ذلك؟ هو مؤشر أن هناك استراتيجية أكثر تفاؤلا لأداء المؤشر العام بالنسبة لبورسة قطر فيما يرى المؤسسات الأجنبية أعتقد أنها تنظر إلى أن المؤشر مرشح لتحقيق نمو آخر إيجابي على صعيد المحصلة السنوية لأداء المؤشر العام يمكن أن هناك تفكير أن لماذا لا يجرب المؤشر خلال هذا العام مستوى 11 ألف نقطة أعتقد أن الأمر الرئيسي الآن هو نظرة المؤسسات الأجنبية لما سيحدث عقب الانتهاء من أتجزية الأسو سواء هل بالفعل يعني أنا أتحدث عن المدى القصير هل بالفعل قدرة على جذب شرائح جديد داخل السوق وهل هذه الشرائح لديها سيولة الكافية للضخم وقوة داخل السوق الجزء المهم الآخر هو هل سيظهر دور آخر مصاحب لصنع سوق محلي لمواقمة هذه الحركة جديدة داخل السوق انتركنا السوق فقط لتدولات قوية عبر المؤسسات الأجنبية ولفئات دعنا نسميها أقل خبرة نسبيا مرشحة للدخول إلى السوق سيكون مصعوب مكان التواجد هذه الفئات فقط داخل السوق لا بد أن نبحث عن صنع سوق محلي يعمل عملية موازلة نفسها داخل السوق وهذا ما نتمنى نخل الفترة المقبلة محمد هناك من يرى وسمعنا بعض الأصوات انه تنزقت السوق بشكل كامل جميع شركاته بجميع مستوياته السعرية السوقية كان هناك ظلم للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة التي هي أقل من 10 تريات أي أنتو تدول بيئة دراهم بالتالي كان هناك رأي بأنه لا يتم تزيئة الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة وبالتالي إبقاء شركات ذات القيمة السوقية المتوسطة على حالها هل أنت مع هذا الرأي منه لا يجب كان تزيئة السوق ككل أعتقد أنه لو نظرنا على الشكل العام أنا مع وجهة النظر الخاصة بأنه تم تجزيد جميع الأسهم لأنه سيكون هناك صعوبة لدى المستثمرين يمكن المؤسسات وصرادق الكبرى قادرة على استيعاب فكرة أنه يكون لديك شركة القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات وهتحتسبها كذا وسهم آخر بريال أو غيره لكن أعتقد أنه الأكثر مناسبة للسوق القطري ولطبيعة الدولات فيه أنه يكون هناك توحيد للقيمة الإسمية للأسهم كما نراه الآن عند ريال لأنه وقتها سيكون من السهولة حساب التوزيع والعائد بالنسبة لكل سهم ووقتها إذا تم تجزئة جزء فقط من الأسهم وترك بعض الأسهم الأخرى سيكون البعض قد يختلط عليه الأمر لأنك وقتها ستجد أنه البعض يعتقد أنه السهم الذي يسوي مثلا خمسة ريالات هو نفسه السهم يسوي خمسة ريالات من الشركة أخرى ولكن الأمر مغير ويحتاج إلى ثقافة وفكر فأعتقد الأكثر مناسبة للسوق هو أنه كما حدث تجزئة والأكثر أهمية أنها لن تتمك دفعة واحدة دفعة واحدة يعني ممكن تسبب صدمة بعض الشيء على مستوى السوق التدريجي بعض الشيء يعني يعطينا فرصة للتعلم يعطينا فرصة للتأقلم بالنسبة للسوق ده عن نسميه كما ينبغي سوق ناشئ مثل برصة قطر لكن محمد ما بتشوف أنه فترة شهر فترة طويلة إلى حد ما؟ قد تكون طويلة لكن مرة أخرى أعود وأكد أنه هذا هو المناسب للسوق لديك فئات معينة داخل السوق إن تمت التجزئة بقوة ودعنا ننظر أنه حتى الآن البعض لازال لا يستوعب حتى عملية المزايدة نفسها بالجزء العشري من الدرهم فإن تم ذلك عبر مثلا خمس جلسات أو ست جلسات كما يعني يرى البعض كان مصعوب مكان أنه السوق يستوعب ذلك السوق تدريجيا بدأ يفهم عملية المزايدة عملية التغير السعري ودعنا ننظر فقط إلى سهم قطر الأول مع أول تفعيل للتجزئة خلال جلسة الأسنين وجدنا الارتفاع والخفاض الشديد والارتفاع والخفاض الشديد معنى ذلك أنه لازال هناك تفكير كيف سيكون سلوك الأداء السعر لكل سهم عقب التجزئة أريد أن أشكرك محمد السقة وأنت الكاتب المتخصص في شؤون أسواق رأس المال كنت معي بسعر بي ضمن حلقة عين على قطر عزيز المشاهدين طبعا ألي تزيئة الأسهم سوف تمتد لفترة شهر تقريبا تتهي في السابع من شهر يوليو تموز المقبل سوف ندعب تفاصيله في سياق هذا العرض موسيقى 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 عزيز المشاهدين بقونا معكم في هذه الحلقة من عين على قطر لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ام بي موسيقى 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 هذا البرنامج برعاية كيو ام بي موسيقى مرحبا بكم جديد عزيز المشاهدين متابع للقسم الثاني من حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع في أحدث تقارير صندوق النقد الدولي توقع تقريبا أن ينمو الاقتصاد القطري هذا العام بنسبة 2.6% صعودا من 2.2% التي كان قد حققها الاقتصاد القطري العام الماضي طبعا يستند في هذه التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي وكذلك أيضا زارت استثمارات قطر في قطاع على هيدرو كاربون وذلك على خلفية الاستثمار في حق الشمال زالت الانتاج قطا غازي بمسابة 40% حتى العام 2024 إذا التقريب توقع ويرجح بأن يحقق الاقتصاد القطري عفوا الحساب الجاري أن يحقق العام الجاري فائضا بلسابة 4.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي صندوق النقد الدولي يتوقع في أحدث تقاريره على أن ينمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 2.6% صعودا من 22% التي سجلها في العام 2018 وذلك بدعم من تعافي إنتاج الهيدرو كاربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدرو كاربوني ويرى التقرير أن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي العام الجاري يعكس استمرار الآثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الانفاق الرأس مالي خلال السنوات القليلة الماضية والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي والسيولة الوفيرة وزيادة نشاط القطاع الخاص وعلى مستوى المالية العامة فقد رجح الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لقطر فائضا يمثل 14% من إجمال الناتج المحلية وذلك تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمال الناتج المحلية مشيرا إلى أن تقييد الانفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإرادات سيؤديان إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% في العام 2019 ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن الخطر الأساسي الذي يهدد الإطار الاقتصادي الكلية يتمثل بانخفاض أسعار الهيدروكاربونات عن مستوها المتوقع بما يفضي إلى تراجع المركز الخارجي ومركز المالية العامة وارتفاع الدين العام مع تصاعد التوترات التجارية والجغرافية السياسية وتأثيرها على ثقة المستثمرين يمر قطاع المقاولات والإنشاءات في قطر خلال هذه الفترة بمرحلة إعادة تصحيح، إعادة التوازن، إعادة التموضع طبعا هذا القطاع كان يعتاش أساسا على الإنفاق الحكومي والمشاريع التي تقوم الحكومة بطرحها في السوق الآن مع إنجاز نسبة كبيرة من المشاريع الأساسية في الدولة بدأت بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تظهر عليها بعض أعراض الوهن حقيقة خاصة الشركات الصغيرة منها والتي بدأ بعضهم يخرج من السوق لصالح بقاء الشركات الكبيرة طبعا شح السيولة في هذا القطاع أثر بشكل عام على أداء هذا القطاع في ظل الظروف التي يعيشها لن أطيل عليكم تقريب خاص حول واقع قطاع المقاولات والإنشاءات في قطر في سياق التقريب على خلفية الطفرة العمرانية التي عاشتها قطر خلال العقدين الماضيين فقد شكل قطاع المقاولات والإنشاءات رافعة النمو في القطاع غير النفطي وبما يمثل 12.5% من إجمال الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع الزيادة السكانية الملطردة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والخدمية ما ساهم في تفريخ العشرات من شركات المقاولات قاربت 8000 شركة وبمستويات وتصنيفات وتخصصات مختلفة اللي حصل أنه كثير من الناس اللي يشتغلوا في شركات الإنشاءات في فترة رخاء هذه الشركات لاحظوا أنه هاي المشاريع جيدة ومربحة وسهلة وأنه أنا مدير مشروع أنا بقدر أعمل اللي عم تعمله الشركة ليش عم بشتغل للشركة خليني أشتغل لنفسي فطلعوا حاولي يعملوا الشركات دون ما يأخذوا فيها الاعتبار الأزمات اللي بتمرميها هاي الشركات التقلبات السوق الوضع المالي عدم وجود يعني خلينا أقول مال كافي أو باكبون كافي لألو لأنه يستمر في هذا العمل فمشان هيك زادوا عدد الشركات بعدد كبير كثير بل زاد تساقطهم بنفس العدد واليوم ومع انتهاء العديد من المشاريع الحيوية والرئيسية في الدولة وزيادة المعروض السكني والتجارية وانخفاض الطلب المحلية بدأت تتلاشى في السوق عدد من الشركات الصغيرة وحتى المتوسطة على خلفية انخفاض نسبة أعمالها وارتفاع تكلفة التشغيل وانحصار السيولة وزيادة المنافسة وهو ما يظهر في تزايد عدد الشركات التي تشطب سجلاتها التجارية وتسريح عمالها والخروج من السوق نهائيا مشاريع البنية التحتية مستمر إلى 2030 الدولة مستمر لغاية 2030 مشاريع الروحية الوطنية فعدد المواطنين في ازديان وعدد المقيمين في ازديان في نهاية كأن الدولة تعمل على هدف استراتيجي اللي هو البنية التحتية اللي عملت عليه اليوم أراضي المواطنين حد ما تجع أو تسعين بلمي من أراضي المواطنين صارت مخدومة من الصرف الصحي ومن الكهرباء فهي جاهزة للبنية وعلى الرغم من جاذبية سوق المقاولات في قطر خلال مرحلة ما إلا أنه يتطلب القدرة على تحمل تبعات فترات ركود السوق وتحمل تكلفة رواتب وأجور العمال لحين استكمال الدورة الاقتصادية في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي استطاع أن يستفيد من تمويلات بقيمة إجمالية تراكمية بقيمة 36 مليار ريال كما في بيانات مصرف قطر المركزية ونحو 153 مليار ريال في قطاع العقارات 1260 يوما على انطلاق مباريات قطر 2022 التجهيز والتحضير هذا الحدث على جميع المستويات قبل العام 2022 سوف تكون جميع المنشآت المتعلقة بالمونديال قد اكتملت بما فيها مشاريع البنية التحتية ثمانية ملاعب سوف تصديف هذا الحدث الكروي ضمن ثمان مجموعات واحد من هذه الملاعب هو ملعب راسب عبود وهو الأقرب لمطار حمد الدولي هو ملعب فريد بالنوع سوف يتم بنائه من حاويات السفن وهو الملعب القابل للتفكيك كليا وهو الملعب الوحيد ربما أصديق للبيئة في العالم لن نطير عليكم استاذ راسب عبود في سياق التقرير التالي ملعب راسب عبود تصميم مبتكر وجري سيبنى باستخدام حاويات الشحن البحرية إضافة إلى الجدران والسقف والمقاعد القابلة للتفكيك والتي تشكل مجتمعة مكعبا منحن الزوايا هي الأولى عالميا في أسلوب بناء ملعب كرة القدم وفي خطوة هي الأولى في تاريخ المونديال سيتم تفكيك الاستاذ بالكامل بعد البطولة وذلك للاستفادة من حاويات الشحن البحرية والمقاعد والسقف في تشييد منشآت رياضية وغير رياضية أخرى داخل دولة قطر وخارجها الاستاذ الذي سيستضيف مباريات المونديال حتى الدور الثمانية سيبنى على قواعد الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من مواد البناء التي ستقلل من استخدام الطاقة والمياه ما يخفض تكلفة الإنشاء الخاصة بالاستاذ والإنبعاثات الكربونية الناتجة عن ذلك ثلاث سنوات فقط هو الوقت الذي يحتاجه بناءه وتجهيز استاذ بوعبود الواقعي جنوب العاصمة الدوحة ويمتد على مساحة 450 ألف متر مربع ويستوعب أربعين ألف متفرجة وهكذا أعزائي المشاهدين تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها الموعد يتجدد معكم الأسبوع المقبل في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية QMB ترجمة نانسي قنقر شكرا